الكولون العصبي من أكثر الأمراض الوظيفية المتعلقة بالجهاز الهضمي ويلي ممكن تواجحنا ببداية فصل الشتاء ومن الجدير بتذكر أنه هالمرض بيتفاقم بمرحلة وبيهدأ تماما بمرحلة تانية لهيك اليوم رح نتعرف على أسباب وأعراض الكولون العصبي وطرق العلاج وكتير من التفاصيل والنصائح رح نتعرف عليها مع ضيفنا المتواجد معنا بالستوديو الاستشاري بالأمراض الهضمية والكبدية الدكتور فواز نقاش مرحبا دكتور أهلا وسهلا مساء الخير لكم لجميع السادة المشاهدين أهلا وسهلا دكتور بدك تسألي؟ تفضل لا لا مريح أخذ تفضلي دكتور جبنا أصد الكولون العصبي تشنجات غير طبيعية بكامل الجهاز العصبي الجهاز الهضمي بس أنتوا أنتوا عم تسموه تشنج كولون اللي بيجوا لعنا على عيادات بسموه تشنج كولون المنتشر بين الناس كلاتهم تشنج كولون هو الحقيقة IBS تشنج القناة الهضمية بمعنى أنه اللي عندهم شعور بالغصة أحيانا بتكون منشاة توترية فهو بيتناول المري المعدة الأمعاء والكولون بس طبعا أكثر الأعراض قسم كبير من الناتج عن الكولون وبالتالي سميت بتشنج الكولون هيك الشيوع بين الناس اللي نسميه تشنج الكولون بس أحيانا بيكون فيه المري متهيج بيعمل غصة أحيانا بتشنج بيحس الواحد أنه نزعج من الأرنى منه المعدة والأمعاء نفس الشيء تماما تماما دكتور تحكينا شوي عن أبرز أعراض القولون العصبي أبرز أعراض القولون العصبي بنحكي شوي بعد شوي عن الأسواب اللي هنا بنحكي هي عادة نجملها بس أكثر هي التوتر الحالي والتوتر والاكتئاب والانفعال والقلق والاضطراب النوم والاضطراب الحياة والاضطرابات السلوكية بعد شوي فصل بجوز فيها أكثر شوي لكن الأكثر الأعراض تشنج الكولون العصبي هنه بنحسن نجملهم بأربع سريات أو أربع مجموعات الألم البطني اللي هو الألم غير نظامي ألم المرارة دائما على اليمين بالأعلى ألم الأرحى غالبا بالمنتصف وعلى المعدة ألم الكلامي موجود بالناحية القطنية ممكن يتشر أحيانا للأمام وأسفل البطن للحود ولكن الكولون العصبي ألم غير متودع بمنطقة معينة فهو ممكن يجيء أحيانا باليمين باليسار فوق تحت وبالتالي متنقل مو شرط يكون بمنطقة واحدة دون منطقة أخرى ألم الكولون العصبي ألم متردد ولكن عادة لا يوقز المريض من النوم أي ألم مو بس الكولون العصبي أي ألم يوقز المريض من النوم ولا بجي المريض بيقول لي أنا الآن بسبب الألم مو هذا اللي بقصده بقصد أن المريض نايم فعلا من قلبه غفلان حقيقة غفلان حقيقة اللي فيأه مو شخص قدامه ولا صوت عالي ولا طفل مرء قدامه اللي فيأه ألم ألم قال له في أومن النوم فهذا الألم عادة لازم استشارة طبية فورية فيه فالألم الكولون العصبي نهاري متبدل المكان ما بنوجد بمنطقة أو أخرى عادة ارتباطه بالطعام غير واضح ممكن إحنا نجي بعض بعض المأكولات وإحنا نكون إحنا بدون مأكولات هذه رقم واحد الآلام البطنية المزعجة اللي وصفناها قبل شوي منجي بعضا منها للعرض الشائع كتير 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 اللي هو إما أمساك أو إسهال أو تبدل أو تناوب ما بين الإمساك والإسهال عادة بالدول الغربية الأكتر الإسهال شائع إلى حد ما أكتر بشوي ببلادنا كأني لاحظت أنه الإمساك هو الشائع بدرجة كتير كبيرة أو درجة أكبر عند مرضى تشنج الكولون سميته تشنج الكولون لأنه هيك التسمية الشائعة بين الناس وبالتالي اللي بيشكوا من إمساك مزعج أحيانا الأشخاص بيطلعوا بيفوتوا على الحمام مرة كل يومين مرة كل ثلاثة أيام طبعا استمرار الإمساك وأحيانا أسهال مثل ما حكينا وأحيانا تناوب إمساك وإسهال بعكس الأشخاص الطبيعيين اللي بيكون عندهم عادة بيفوتوا على الحمام مرة أحيانا مرتين بليوم فضلات تخرج بشكل طبيعي غير مزعجة بدون ألم أما هالأشخاص هذول دائما في ليونة زايدة أو إمساك زايد مع الوقت إذا استمرت لح تأدي إلى تخرجات بمنطقة الشرج وبالتالي تخرجات التخريشات بالمنطقة الشرجية إما تشاقوقات الشرجية وإما حدوث بواسية على المدى البعيد هم بدنا نلفت للنظر أنه عادة ممكن تترافق مع الألم اللي حكينا أحيانا معه أو بدونه ولكن استمرار بدنا نلفت النظر أنه وجود أحيانا بعض الأمور لازم تتطلب أنه نراجع الطبيب يعني إذا الشخص لاحظ أنه معه نزف هضمي سفلي أو نزف بشكل واضح تماما مع الخروج هاي مو معنا تتشاقونه صح ممكن تكون بواسير ولكن لازم نحنا نتحرى السبب وبدقة تامية خروج الدم لا يمجح الطبيب ما بتسهل فيه خاصة إذا كان مرة والله بالسنة صار معه وبعدين وقفت وهن عبارة عن نقطين طبعا هاي غير مزعجة ولكن تكرر النزف السفلي ولو بشكل نقاط أو أحيانا خيوط من الدم ممكن متما أن يكون السبب بسيط جدا تشاقوقات شارجية أو بواسير ولكن هذا الموضوع خليه قرره الطبيب ويحدر إذا كانت هل هي من منشأ خارجي أو من منشأ داخلي العرض الكثير بيشكوا منه الناس هو حس النفخة والغازات تطبل النفخة والغازات بتلاقي شخص ما نسمي لك أنا بعد قبل الأكل مرتاح أو بنهار مرتاح أو تكون ما لي متوتر ما لي مزعوج ما لي متدائم من أي شيء معين فأنا مرتاح مجرد ما سمعت خبر مزعش خبر مقلق خبر دايقني شوي عصبت توترت لأي سبب إن كانوا الأسباب عديدة جدا ما ندخل فيها أو دخل بحالة اكتئاب حالة وفاة حالة إلى آخر الأسباب عديدة جدا بلجت النفخة والغازات طبعا النفخة والغازات بتزيد بحالة الإمساك الإمساك هو عبارة شبه أنا مثل سدادة تمنع خروج الغازات وبالتالي الأشخاص اللي عندهم تشنج كلهم مطرافق بعد أمساك فالإمساك لحي العبدور يضاعف من حدة النفخة والغازات لأن الأشخاص الطبيعيين عادة بتخرج الغازات المعتدلة وليست بكمية كبيرة عن طريق الأفراغ بالحمام وعن طريق الأفراغ بيتخلص منها ولكن مريد تشنج كلهم عنده أولا زيادة بإنتاج الغازات منضيف عليهم أنه الإمساك الموجود عندهم بيعيق خروج الغازات ويفوت على الحمام بشكل كامل المريد ما بيرتاح حتى لو فات على الحمام بيطلع لفس ساعته لا يزال يشكو من حس نفخه وغازات تطبه البطن أحياناً بيضطر يغير الإشارات تبعه إذا كان رجل أو أحياناً تغير المقاس تبعه إذا ست قبل حدوث النفخة وبعد حدوث النفخة وبالتالي مزعجة بشكل كتير كبير على فكرة تشنج كلون أنثوي أكتر من ذكري ولا أنه بيحدث عند الجهتين ولكن بشكل خاص أنثوي دائماً الأشخاص اللي بيشكوا من تشنج لازم دائماً اللي ما عندهم تشنج كلون وبلغوا سن الخمسين إذا بعد سن الخمسين صار عندهم أعراض بتشير أو قال لهم الطبيب تشنج كلون أو حدا قال لهم من أصدقائهم معارفهم أنه تشنج كلون بدنا ننتبه هون لأنه عادة تشنج كلون بيبدأ بالأعمار الصغيرة دون الثلاثين دون الأربعين نحن عم نتجاوز الأربعين ولكن دون الثلاثين عادة فإذا اتأخر لبعد سن الخمسين فهذا بيتطلب لا نقول تشنج كلون فهذا بيتطلب زيارة لطبيب مختصت لنعرف لأنه عادة كتير كتير قليل أنه تتبلش تظاهرات تشنج كلون فوق سن الخمسين فيها طبعا بنحكي بعض الأعراض اللازم نلفت نظر إلها نخلص من الزمرة الرابعة من أعراض تشنج كلون مثل ما أن النفخة والغازات وتطبل البطن البداني بتعمل زيادة كمان بتزيد من الطيم بلي يعني بتزيد من تفاقم الأعراض فهي كلاتها النفخة والبطن لاح تضغط على الحجاب الحاجز ضغط على الحجاب الحاجز لحيشعور الشخص بأولا عنده حالة نفسية متوترة مثل ما أننا نحكي عن الحالة النفسية لمرضة تشنج كلون اللي هي مؤهبين أكثر من غيرهم فضغط على الحجاب الحاجز لحيدي لدي نفس صعوبة التنفس شعور أحيانا أنه ما عم يشبع بالهوى شعور أحيانا أنه ما عم ياخد كفايته من الهوى أحيانا بعض الحالات بتكون منترافق مع خفقان نتيجة الضغط على الحجاب الحاجز فبالتالي ممكن الشخص يقول أنه أنا عم بشعر بخفقان وبالتالي هي و هو بيكون منترافق خفقان أحيانا طبعا كل حالات أنا ما عمقولهما من نستشير الطبيب بدنا نستشير الطبيب دائما لأنه ما لازم نحن من حالنا نعزي الأعراض والله أنه نبضي أنا مئة وعشرين ناتجين عم تشنجل كلهم ما بدي زور الطبيب هذا خطأ ولكن بعض الحالات تترافق معنا مع خفقان بالقلب نتيجة انضغاط الحجاب الحاجز طبعا دكتور حضرتك ذكرت ببداية حديثنا أنه في أسباب مثل الاكتئاب القلاق الحالة النفسية لا واقعا هذا الشيء موجود بكافة الدول العربية عن جميع الأشخاص وجاءت على ذكر أنه النساء أكثر عرضا من الذكور لأن الذكور بيعزبونا أكتر صحيح؟ طوصيرا ما نحن يعني إلى حد ما فينا نقول بهالشكل هذا طبعا فينا نحكي عن الأسباب المباشرة لهذا الموضوع يعني كيف هو بيأثر تماما على الآي بي اس؟ طبعا الحالة أول شيء حاولوا كثير الأطباء وحاولنا كثير نلاقي سبب مباشر نقول مثلا أنه الشخص إذا عمل الشغلة بيصير معه تشنج كولون ما لقينا سبب مباشر ولكن الملاحظ أنه مرتبط بدرجة أساسية أحيانا قالوا الفلورة المعوية دورة محدود قالوا بعض الأطعمين بدي أجي على ذكرى بعد شوي دورة إلى حد ما مو محدود إلى حد ما محدود لأنه مرضة تشنج كولون بيجي فترات نسمح له فيها يأكله كل الأكلات تبدل طقص مثل هالفترة اللي نحن بلشنا فيها الحلقة من الصيف باتجاه الشتي من الشتي باتجاه الصيف بمعنى آخر الخريف والربيع بتظهر أعراض ليش بتظهر؟ ما فينا نعطيه جواب قطعي ولكن بهالفترات تبدل الطقص ممكن أحيانا تظهر الأعراض عندهم بس قبل ما أنسى لازم نوها لشغلة أساسية مرضة تشنج كولون حتى ليزاروا الطبيب والطبيب الأختصاصي والاستشاري أكدهم أنه المشكلة تشنج كولون بدون ينتبهوا مو ياخدوها الكلمة ويروحوا فيها لمدة عشر سنين وخمس عشر سنة يقول أنا بعرف أوجاعي هي عبارة عن تشنج كولون بدنا ننتبه كتير إذا شخص نزل وزنه لازم نزل وزنه بدون ريجيم يعني عم يأكل طبيعي حياته طبيعية يموق الشخص عم يروح لعن طبيب أغذية وينزل له وزنه بعدين يقول أنا عم يزل الوزنه تماما نحط على ما تستفهم عليك نزول الوزن نقص الوزن بدون سبب لازم ننتبه منه خروج الدم لازم ننتبه منه الألم الغير مفسر أنا بما أتعود على وجعي هيك وأزدد صار وجعي أتغير كان عم يجيني بقراني معينة صار عم يجيني بقرنة واحدة أكتر من قرنة لازم ننتبه له الألم اللي يفين من النومة ما حكينا قبل شوي بالليل لازم ننتبه له التبدلات البراز المفاجئة يعني الشخص صار عنده تبدل غير طبيعي بحركية الأمعاء لازم ننتبه له ومثل ما أنا أهم شيء كمان نشوف الدم فقر دم غير معلل يعني الشخص راح على المخبر عمل تحاليله دائما بيقول أنا عمدي كولون ومشاكل بالكولون ولكن ظهر أنه عنده خاصا عند الرجال الستات أحيان قد نتسامح شوي بسبب الدورة الشهرية بأرقام معينة لازم يكون في محدودية معينة قد نتسهل شهر أو اثنين أو ثلاثة نجرب أما الرجال العادة تم مفروض الأرقام عندهم تكون سابتة وبالتالي إذا لدينا فقر دم برقم معين عند الطبيب لازم الطبيب يستقصي سبب فقر الدم واستقصاء لازم يكون دقيق تمام تمام طب دكتور مثل ما ذكرت حضرتك أنه استمحكينا على العلاج ما بعرف لا مثل ما ذكرت حضرتك من شوي أنه تبدلات الطقس بتأثر على مرض الكولون طب كيف هذا الموضوع بيأثر عليها معرفنا ليش متل الأرحى بتستيقظ بفترة تبدل الكولون والحمد لله صار فيه سيطرة على الأرحى كبيرة عبر الأدوية الحديثة تشنج الكولون أحيانا فيه أعراض كتير الأعراض الحساسية أعراض أخرى ممكن تبدل الطقس ممكن يأثر عليها بالضبط ليش محسنا نعطي تفسير تمام دكتور أثناء حديثك ذكرت عدة عوامل الخطورة خلينا نقول نحنا منحط عليه علامات استثمام أنه هذا مانه آي بي أس معزول تماما مثل نقصان الوزن خلينا نقول الدم بأثناء التبرز ممكن هيك نشمله بشكل عام بحيث أنه أي شخص من المتابعين اللي عم يشوفونا أنه هو معه آي بي أس أو بالعوام مثل ما نقول لكلون عصبي في حال شاف واحد من هذول الأعراض أنه يراجع طبيب أكيد أنا ذكرتهم مقصود مثل ما أنت تفضلت وإنتي هذول الشخص نزل وزنه بدي أشوف طبيب نزل وزنه بشكل غير معلل يعني بدون أصد نقص الشخص عم يشوف دم بكميات مستمرة ومو مترددة مستمرة ودائمة تقريبا لازم يشوف طبيب فالدم الغير معلل لغير معروف السبب لازم يشوف طبيب خاصة إذا كان رجل ظهوره على أعمار متأخرة المرض إذا ما حكينا بتصار بعد الخمسين لازم يشوف يعني كمان لازم يستشير طبيب نحكي شوي على علاج للسفير السفي حمي وعلاج بنا نحكي لأنه اتنين بيسألوني عنه المرضى كتير حديث طويل حديث طويل طيب دكتور خلينا هلأ نحكي شوي قبل ما نفوت بموضوع العلاج شو هي عوامل خطورة أو هل يوجد عوامل خطورة للكولون العصبي وشو هي إذا وجدت عوامل خطورة دائما هذا من حسن الحظ سؤال كتير حلو أن مرض تشنج الكولون مرض منغس للحياة يعني الشخص بدأ حياته مانا طبيعية بدأ ينعزم مانا طبيعي عايش بين أهل مانا طبيعي عايش بروح زيارة اجتماعية مانا طبيعي بروح على عمل مانا مرتاح إجازاتهم المرضية الأشخاص هدول كتير استراحاتهم عادة كتير دائما المحيط اللي حواليهم آخ أنا موجوع آخ لازم شوف طبيب آخ لازم راجع الطبيب لازم أخذ الدول مناسب ولكن مرض تشنج الكولون لا يؤدي هذا قطعا لا يؤثر على الحياة على عمر الإنسان لا يؤدي إلى مرض خبيث لا يؤدي إلى الوفاة لا يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة يعني في بعض أمراض كتير إذا تركناها ممكن تضاعف ممكن تتمدد بشكل كتير القيام الكولون الخرحي اللي هو من المرض تركناه ممكن يتحول لسرطان دا أكرون تركناه ممكن يتحول لسرطان تشنج الكولون لنفرض أنه تشنج كولون مؤكد حسب استشارية الأطباء تركناه بدو الإنسان يشعر بإمساك بدو يشعر عنده بدو يصير عنده بوسير بدو يطالع شوية الدم بدو ينوجع بطنه بدو يصير عنده نفخه وغازات ولكن لا يتحول إلى مرض خبيث ولا ينتهي بمرض خبيث تمام هلأ دكتوري منحكي عن الحمية والأكلات اللي ممنوع أو خلينا نقول أثناء الهجمة تمام ممنوع عن مريض الكولون العصبي خاصة بظن مثل ما بيعرفوا العوامل بقوليات تمام أول شي بالنسبة للحمية هذا سؤال الأساسي اللي بيسألونا المريض ملزم فيها بشكل قطعي أثناء الهجمات بين الهجمات حسب الأشخاص ممكن للأشخاص حسب الأشخاص منقلهم ممكن تتناولوا الأكلات اللي قالوا أن الطبيب ممنوع خلال الهجمة بالقدر اللي أنتوا بتتحملوا رقيتوا حالكم ما تحملتوا تكنتوا وقفوا هاي رقم واحد بالحمية رقم اثنين الأشخاص كل شخص بيختلف عن الثاني في بعض الأشخاص بيتحسسوا من مأكولات أو من أطعمة أشخاص آخرين معهم تهيج كولون أو تشنج كولون أو تشنج قناها بني ما بتحسسوا عليها ولا بيزعجوا منها صحيح فالحمية تختلف من شخص إلى آخر ولكن في خطوط عريضة بالحمية لازم ننتبهي منها اللي تفضلت إلتها الحمص الفول العدس البرغل الموالح الحليب الحد الفلفل مخللات البرهارات مشروبات غازية مشروبات غازية مشروبات غازية والله بالصراحة أنا قبل ما أفوض كنت عم أقولها لا بدني أقوله المشاهدين أنه كل شي طيب تقبي من عنه عنه حتى بزن في أنواع من الخضار مثل البامية البامية الزهرة الفجل الفليفلة البقدونية هاي كلها من المرضى كالشغلات الطيبة بتضبط مع الأسف يعني مع الأسف هو الحياة الصحية بتطلب طعام صحي صحيح بس مع الأسف الأكلات الطيبة أحيانا الحامضة إلها محازيرة الحارة إلها محازيرة بس يكونوا واقعين هاي الأكلات الطيبة ولكن إذا الإنسان بدي يكون متع بصحة طيبة بنقوله الشخصي اللي ما عنده شي بنسمح له بالأكلات بمقدار معين أما الشخصي اللي عنده مشكلة معينة بنقوله بدك تلتزيم على الأقل خلال فترة طبعا الكافئين نسيت تذكره أنا جاي أسألك أنا مشان كمان تدخانوا الأرقيلة تماما هلأ بيكونوا هلأ عم يتابعوا تدخان سبب كل شي والأرقيلة والموبايل مع الأسف أنه الأرقيلة أخذه حيز كبير خاصة عند الصبايا وما تأخذوني بهالكلام لأنه فعلا انتشرت الأرقيلة انتشار كبير هلأ لحيتفاجأ والعزاء المشاهدي من الكلمة اللي حيحكيها أشخاص كثير من الوسط الطبية ما بيعرفوها الرسل واحد الأرقيلة الرسل واحد الأرقيلة يعادل ميت سيجارة صحيح ميت سيجارة وبالتالي أنا أحيانا بيجي لعياتي أشخاص مثلا بيأخذوا أنا أنا ما بيخن أنا بأرقيل أبداً ولكن بأخذ نفسين أرقيلة بلوش لك انزل أنا وياك مشوار أنا أشري لك بإيدي باكي وتوقف عن باكي عشرين سيجارة أفضل أكيد من ميتين سيجارة صحيح ولو أن الدخان يفترض أنه نحن يعني الدخان بكل الحالات ممنوع ولكن الأشخاص اللي عندهم مشاكل طبية حتى لو مشاكل قلبية مشاكل غدية مشاكل درقية مشاكل نسائية مشاكل هضمية مشاكل الدخان مشاكل صدرية مشاكل وعائية مشاكل ضغط مشاكل الدخان بيزيد من حدة من حدة الأعراض ومن تفاقم الأعراض ومن سرعة انتقال المريض من أو من بسرعة يعني حصول الهجمات وصول المريض لهجمات أو تفاقم الحالة المرضية عندهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة يحتاجوا إجراءات تانية فمن أول الدخام نتبه منه والأرقيلة أسوأ يعني إذا كنا نحن عم نمنع عن الدخان فمن باب أولى أنه نمنع عن المشروبات الغازية لأنه هي غازات هلأ كنا عم نحكي عن النفخة والغازات هو الشخص فكر حاله إذا أكل أكلة معينة وأخذ بعد غازات وطالع غازات عبر جوشاءات فمعناته هو بتاعه وتهضمت الأكلة هو الأخ الإنسان اللي أخذ كمية من الغازات ما بيطالع إلا عشرين لخمسة وعشرين مننا مننا عبر الجوشاءات المعروفة بين الناس ولكن القسم الأكبر مننا خمسة وسبعين إلى ثمانين بالمئة بيروح عن طريق الأمعاء والكولون فبيزيد الأعراض وبزيد سوء المشاكل وبزيد حدة الأعراض اللي عم نصير عندهم فمنقوله نحن أنه المشروبات الغازية افترضنا تكون من المعارض طب حتى السيفن أب؟ طبعا هو في السيفن أب أفضل من الكولون أنه ما في مواد ملونة ولكن الغازات عندهم موجودة بكمية كبيرة وبعدنا ما ننسى أنه الأشخاص اللي المشروبات الغازية كلها فيها ملح سحب سحب نقول عنا أنه طعمتها حلوة ولكن هي فيها شارط الصوديوم بكمية كبيرة وبالتالي الملح اللي فيها كمان بتجعلنا نمنعها على الأشخاص الكلية وعن أشخاص الاتفاءة التوتر شيراني وعن أشخاص قلبيين وإضافة إلى أشخاص اللي عندهم مشاكل هضمية طب دكتور حكينا عن الحمية هلأ بنا نحكي عن العلاج شو علاج الكولون العصبي أول شيء اللي بقوله للأعزاء المشاهدين أنه مفكرين أنه تشنج الكولون ما له علاج تشنج الكولون له علاج ولابد من تناول العلاج خاصة خلال فترات الهجمات لعند الأشخاص العصابيين العلاج أحيانا قد يكون متقطع ولكن عند الأشخاص المفرطين العصبية قد يكون يستمر العلاج أشهر وعند بعض الأشخاص سنوات وبالتالي هو علاج ما له هالمضاعفات الطبيب يكون حذر وبيعني شو عم يعطي من الأدوية ما نبلش نحن بحياة مثل ما تفضلت قلت قبل شوي صحية قسم قليل اللي بيستجيبوا على الحياة الصحية يعني نقل له ضمن الحمية اللي حكيناها قبل شوي حاول تمتنع عنهم حاول تأكل وجبتين أو ثلاثة باليوم صغار حاول ما تأكل الأكلات اللي حكينا قبل شوي عنها أنه ممنوعة ما تنام بعد الأكل مباشرة بدنا نقول له لا تتوتر بتصور هي صعبة بتصور هي صعبة عند كل الناس تقول له تتوتر هذا شيء خارج عن الإرادة وبالتالي هون لح تكون صعبة إذا كان تحسن بالحياة الصحية وهدوه النسبة قليلة فكان به ما تحسن بالحياة الصحية من التقل إلى المعالجات الدوائية عادة نحن نبدأ بمضادات تشنج للعضلات الملس اللي هي مشهورة باسم دوس بتالين والأسماء الأخرى سباس بومينة وإلى آخر الأسماء أخرى معروفة اللي هي لطيفة جداً وما لها المحازير وممكن تلعطى عند أغلب الناس بدون ما تخلق محازير ممكن يتحسن بس ممكن كمان ما يتحسن من تقل إلى زملة المضادات التشنج الأشهد اللي لازم ما نأخذها اللي باستشارة طبية لازم نحن نكون حذرين أنه ما نأخذها اللي ضمن استشارة طبية كما في أشخاص ممكن يأخذوها يتحسنوا صرنا نحن نأخذنا حوالي تقريباً من نصف الأشخاص مضادة التشنج بدنا كما ما ننسى أنه نعطي حال نمتنع نحكي الحمية اللي حكيناها من الضرورة الالتزام فيها وفي أدوية بتساعد على تخفيف الغازات في نوعين الأدوية بتساعد على تخفيف الغازات أنواع أدوية شوي غالية أحناً غير متوفرة بتنص الغازات مثل الكربون لا هي بتطرد الغازات هذه بتنص الغازات وفي أدوية بتطرد الغازات هي متوفرة بشكل أكبر وأسعارها اقتصادية ومقبولة فهدول الأنواع من الأغذية إذا نحن عفواً هدول الأنواع من الأدوية بيساعدوا على التخلص من حس النفقة والغازات مضادات التشنج بيخففوا الآلام البطنية الحمية بتخفف من بعض الأغذية اللي بتعطي غازاتها لما أنت ما حكينا الأغذية يعني البقوليات اللي حكينا قبل شوي يعني إذا الغزاء العادي بيعطي كمية معينة من الغازات فهالأغذية اللي حكيناها قبل شوي تعطي أضعاف 6-8 أضعاف من الغازات وبالتالي نحن لو نمتنعوا عنها قدر الإمكان بعد منها في أشخاص كما هنما بيستشيبوا كل ما كانت قوة التعصيب عند الشخص أكبر وكل ما كان توتري وقلق وقليل النوم وحياته مضطربة وما له مستقر بحياته العائلية مستقر بحياته المهنية مستقر بحياته العاطفية مستقر بحياته مع الجميع كل ما لممكن تكون الأعغذات عنده أشد والتخلص منه أحيانا بيتطلب إدوية إضافية هون بقى منرجع أحيانا بعض الأشخاص وممكن نستمر أنا عم أقول سنوات لأنه لابدن أحيانا حسب حالة الشخص فنحن متدرج أحيانا اللي بيقولوني رأسا أنه مضادات الاكتئاب أول سؤال تعمل إدمان تماما مضادات الاكتئاب اللي بنعطيها نحن بالعيادات لا تؤدي لإدمان 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 بيقولوني أننا نحسن وقف ما بدنا لش طوى الضغط الأشخاص اللي نعطيهم دواء ضغط بيحسنوا وقفوا قدام أين تما بدون أكيد لا ما بيحسنوا لأنه وقفوا الدواء الضغط ارتفع الضغط ونعطي المريض دواء للغدة الدرقية حسنا أننا نحسن وقفوا قدم تما بدون وقفنا الالتروكسين أو الدواء ونعطي الغدة الدرقية رجعت وصار في قصور الغدة الدرقية هذا الوضع يتطلب السيطرة على الحال النفسية اللي هو فيها لأنا ما بعد شو هي ذكرنا أسباب كتير قلال الحلقة ممكن تكون أسباب عديدة جدا سيطرنا على الحال النفسية ومنبلش نحن نخفف مضادات الاكتئاب إلى حد أنه نحتن أنه قف أو نخفف أو نعطي جرعة صغيرة وإلا بنا نعطي مضادات الاكتئاب لفترة قد تكون طويلة وبجرعات تختلف يعني ممكن للإنسان عنده نفس جرعة مريض دوستات نعطيه غير المريض غير المريض المصن غير المريض الشاب غير الأنثة غير الزكر الدورة الشارية المنتظمة كل واحد من حدد له الدواء اللي لازم يأخذه والجرعة اللي لازم يأخذها المريض وبرد بكرر لا تؤدي الأدمان قد تسبب بالمرحلة الأولى شوية أعراض وقت نعطي مضادات الاكتئاب أول 15 يوم تقريباً لعشرين يوم لبين ما يتعود الجسم عليها قد تأدي إلى بعض الأعراض المرافقة اللي هي أنحيطات جسم تعب تقل بالرأس ولكن الأعراض هي بتزول تماماً برجع الشخص الطبيعي تماماً أحياناً وهم بقى بإيد الطبيب قطعاً 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 بإيد الطبيب نعطي بعض المهدئات الصغرى ولفترة محددة تماماً مع أدوية مع لفستايل صحيح اللي بكمل بعض وبيمش الحال دكتور فواز شكراً كتير له المقابلة اللطيفة معك اليوم كتير مبسطنا بالحديث معك أهلا وسهلا بكم ودائماً تمنياتي بالصحة والعافية إن شاء الله لكم وللجميع يا رب إن شاء الله يا رب شكراً لك دكتور شكراً لكم